المجد أزرق أما الأجواء فمشتعلة في محيط الرعب وبعد الفاتحة على روح الشيخ زايد في ذهاب نصف نهائك الزايد للأبطال زوران يستعين بتشكيلة فيها تغييرات كثيرة بسبب الإصابات وضغط المنافسات أما فوساتي ففاجأ بالضغط على الهلال في أرضه الأهلي يطالب بركلة جزاء والإثار حاضر بقوة أما الفار فجعل الحكم واثقا من قرارته فوساتي خطط للاستفادة من غيابات الهلال لكن التوفيق لم يحالف لعبيه فحضرت المحاولات وتعددت لكن النجاعة غابت أما الزعيم فأكد أن البديل بنفس مستوى الأساسي وكاد ينهي الشوط الأول متقدما الحكم يطلب من المعيوف تغيير قميصه بسبب تشابه الألوان مع الأبيض الأهلاوي وأول هجمة زرقاء منظمة تكون نتيجتها هدف التقدم بتوقيع سوريانو فرحة كبيرة في المدارج الزرقاء أما عمر السومة فحاول ولم ينجح الأهلي قاتل واجتهد وفعل كل شيء إلا هز الشباك استعصى على اللاعبين زوران وفوساتي يبحثان عن الإضافة من خلال التغييرات والحالة الجدلية تتعدد أصيب السومة وغادر أما الحالة الجدلية فتحضر بكثافة أكثر والحكم يأمر كالعادة بمواصلة اللعب الأهلي اقترب مرات عديدة من إدراك التعدل لكن في كل مرة غابت النجاعة الأهلاويون برئيسهم ومدربهم أقروا بإضاعاتهم لعديد الفرص لكنهم احتجوا بقوة على أداء الحكم حتى أن فوساتي قال لعبنا أحد عشر في مواجهة أربعة عشر وطالبوا بالتدخل قبل موعد الإياب في جدا مباراة مثيرة وجدل كبير لم يرضى الأهلي واحتفل الهلال لكن على الأهلي أن يجد حلولاً هجومية لتجسيم الفرص أما الهلال فيجب أن يتذكر جيداً أن هدفاً واحداً قد لا يكون كافياً لبلغ نهاء الحلم حمدي جردبو صاد الملاعين